بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أشكر جميع القائمين على فعالية هذا الملتقى كما أشكر جميع المساهمين في إنجاحه من قريب أو من بعيد معكم السيدة بالحاج خديجة أشارك بمداخلة عنوانها التسويق الأخضر كاتجاه لتعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات من خلال عرض بعض التجارب العالمية نحن نعلم أن هذا العصر يواجه تحديات بيئية مختلفة بسبب تنافس المؤسسات على تقديم منتجات تميزها في الأسواق لكن هذا التنافس كان على حساب البيئة وهو الأمر الذي يظهر جلياً في ارتفاع معدلات التلوث البيئي وارتفاع الآثار السبية المدمرة للبيئة ناتجان العمليات الإنتاجية إنما بسبب الاهتمام بالبيئة ونمو الوعي البيئي تحتم على المؤسسات تبني سياسة تسويقية تهدف من خلالها إلى تقديم منتجات غير مضرة بالبيئة من هنا بدأ الاهتمام بالتسويق الأخضر باعتباره يضمن تطوير أسليب تساعد في الحفاظ على البيئة وتساهم في تقديم منتجات صديقة للبيئة من هذا المنطلق قمنا في هذه المداخلة بطرح السؤال الرئيسي التالي ما هو دور التسويق الأخضر في تعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات؟ وللإجابة على هذا السؤال قمنا بوضع الفرضيات التالية أولاً المؤسسات الصناعية تدرك ما هي التسويق الأخضر ثانياً يكمن دور التسويق الأخضر في الحفاظ على البيئة بتوجيه أنشطة غناصر المزيج التسويقي لخدمة البيئة والمحافظة عليها ثالثاً افترضنا أن المسؤولية البيئية للمؤسسات تتمثل في عدم استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن العمليات الانتاجية رابعاً افترضنا أن نتوجه المؤسسات في بعض التجارب العالمية إلى تبني فلسفة التسويق الأخضر ساهم في تعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات تتجلى أهمية هذه الدراسة في التعريف بالتسويق الأخضر وتنمية تلوعي البيئي لدى المؤسسات وكذا إبراز دور التسويق الأخضر في تعزيز المسؤولية البيئية من خلال الحفاظ على الموارد وتقليل الآثار السلبية المصاحبة للعمليات الانتاجية والمدمرة للبيئة وقد هدفنا في هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم التسويق الأخضر ومكانته في المؤسسات تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجهها المؤسسات وكذا إبراز دور التسويق الأخضر ومدى مساهمته في تعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات بناءً عن المسح المكتبي للكتب والمقالات أما الجانب التطبيقي فقد قمنا فيه بعرض بعض التجارب العالمية التي تبنت فلسفة التسويق الأخضر وكيف ساهم هذا الأخير في تعزيز المسؤولية البيئية للمؤسسات عرف التسويق الأخضر بأنه عبارة عن أنشطة الهدف منها تحقيق رضا المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إحداث أضرار على البيئة والطبيعة والتوجه نحو تقديم منتجات صديقة للبيئة والعمل على التأثير في سلوكيات المستهلكين ومحاولة استمالة رغباتهم وعاداتهم الشرائية بما يتوافق مع هذا الاعتبار في حين عرفت المسؤولية البيئية للمؤسسات بأنها عبارة عن الممارسات التي تعود بالنفع على البيئة أي هي الممارسات التي تهدف إلى التخفيف والتقليل من الآثار السلبية لأعمال المؤسسات على البيئة وفيما يلي سنقوم بعرض بعض التجارب العالمية التي تبنت فلسفة التسويق الأخضر لدينا أولا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية حيث اهتمت بإعادة تدوير النفايات إذ قامت بوضع حاويات بألوان معينة مخصصة لرمي مواد النفايات بحسب أصنافها ليتم بعد ذلك جمعها وتحويلها إلى معامل إعادة التدوير التجربة الثانية كانت خاصة بالسويد حيث اهتمت هي أيضا بإعادة تدوير النفايات وقد بلغت قدرتها في إعادة تدوير النفايات حوالي 4.5 مليون طن سنويا أما ما يوجه من النفايات إلى المحارق الصحية فقد ساعد في توليد الطاقة الكهربائية وفي تسخين المياه التي تؤمن التدفئة وقد توصلت السويد من خلال هذه التجربة إلى خفض الانبعاثات التي كانت تنتج عن الطمر بنسبة 99% ثالثا لدينا تجربة مؤسسة تويوتا مع سيارة تويوتا بريوس وهي سيارة صديقة للبيئة تتميز عن غيرها بأنها تتوفر فيها تقنيات تحد من انبعاثات الغازات السامة وهي اقتصادية في استهلاك الوقود ولا تصدر أصوات مزعجة وقد ساهمت هذه السيارة في تخريص البيئة اليابانية من أربع ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة لدينا رابعا تجربة سلسلة مطاعم ماكدونالدز استبدلت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عبوات التغليف للوجبات السريعة بالورق بدلا من الأغنفة الفنينية الممزوجة بمادة البوليستر لكونها كانت تسبب آثار سلبية على طبقة الأوزون عند حرقها في مكبات طمر النفايات وأخيرا لدينا تجربة الهند التي اختصت في مجال الأبنية الخضراء تم تشريع مجلس البناء الأخضر الهندي في سنة 2001 والذي يهدف إلى التشجيع على التبني الواسع لمفاهيم الأبنية الخضراء والصناعة الهندسية الصديقة للبيئة ويقوم هذا المجلس في عمله على مبادئ رئيسية وهي الحفاظ على الماء كفاءة الطاقة اختيار المواد وجودة البيئة الداخلية للأبنية وقد بلغ مجموع الأبنية الخضراء في الهند سنة 2003 حوالي 1540 مشروع كما بلغ عدد منضمين إلى هذا المجلس من المؤسسات ذات التوجه الأخضر في البناء سنة 2011 ما يقارب 1300 مؤسسة وأخيراً بعد هذه النبذة المختصرة توصلنا إلى أن المسئولية البيئية تعتبر من القضايا الأساسية الحديثة نتيجة للتوسع الصناعي والاستعمال المفرط للموارد وتزايد التدهور البيئي لذا توجب على المؤسسات أن تغير فلسفتها بما يخدم البيئة ويعتبر التسويق الأخضر الحل الأمثل للمؤسسات من أجل مواجهة هذا التغيير والامتثال للمعايير البيئية في مجال الأعمال فتوجه المؤسسات إلى تبني فلسفة التسويق الأخضر في بعض التجارب العالمية أثبت أن التسويق الأخضر يساهم فعلاً في تعزيز المسئولية البيئية للمؤسسات وذلك من خلال تقليل نسبة الهدر في الموارد الطبيعية والتوجه نحو إعادة التدوير وتقليل نسبة استغلال الطاقة ونسبة التلوث والضجيج كما توصلنا إلى أن التسويق الأخضر يهدف أيضاً إلى تحقيق ربح للمؤسسة ورضان المستهلك ويحافظ على البيئة ويحفز المؤسسات على الإبداع والابتكار الأخضر كما ينمي ثقافة الاستهلاك والتوجه نحو المنتجات الخضراء مما يدفع بالمؤسسات إلى توجيه أنشطتها للاهتمام بمتطلبات الحفاظ على البيئة وأخيراً شكراً لكم على حسن الإصغاء والاستماع كما نشكركم على منحنا هذه الفرصة للمشاركة في هذا المرتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته